سيربرينيتسا ده اسم مدينة جبلية صغيرة جميلة وهدية جداً موجودة في شرق منطقة البوسنة والهرسك واللي كانت جزء من الاتحاد اليوغوزلافي الاتحاد اليوغوزلافي ده كان بيضم إلى جانب البوسنة والهرسك كل من سربيا، كرواتيا، سلوفينيا، والجبل الإسود ومكدونيا في التمانينات كانت التركيبة السكانية لسيربرينيتسا كالتالي 68% من المسلمين البوسنيين والمعروفين باسم البوشناق و28% من السرب وزي مناطق كتير في الاتحاد اليوغوزلافي كان المجموعتين العرقيتين الرئيسيتين في المدينة اللي هم المسلمين والصرب متعايشين مع بعض وما فيش أي مشاكل من ساعة ما الحرب العالمية التانية انتهت ولكن بعد حوالي عشر سنين نفس المدينة الهدية الجميلة دي وقعت فيها واحدة من أسوأ وأبشع المجازر في التاريخ أكتر من 8000 رجل وشاب من المسلمين البوشناق تم قتلهم بدم بارد بعد ما جمعوهم في مستودعات ومدارس وحقول في حين تم اغتصاب آلاف النساء وتهجير أكتر من 20 ألف تانيين إلى خارج المدينة مين اللي عمل كل ده؟ مليشيات عسكرية وعناصر من الشرطة السربية طب ليس السربي كانوا بالوحشية والهمجية والإجرام ده هتقولي هي محتاجة سؤالي عن مشرف السربيا معلم طول عمرهم عنصريين وبيكرهوا المسلمين وقوميتهم الشديدة واعتقدهم بأنهم عارق متفوق هو اللي عماهم وخلاهم يرتكبوا المسبحة البشعة دي هقولك هي دي بالفعل السردية المشهورة ولكن هل هي دقيقة؟ وهي علاقة صندوق النقد الدولي بالموضوع ده؟ ده اللي حنعرفه مع بعض بإذن الله في الكم ديئة الجايين دول واللي حيكشفو لك حقيقة كتير متعمد إخفاءها أو تهمشها أنا عشرف إبراهيم وده المخبر الإقصاب خلونا نبدأ القصة من الأول بعد خسارة ألمانيا للحرب العالمية التانية في سنة 1945 اتحررت مملكة يغوزلافيا من الاتحاد الألماني وفي نفس السنة أعلنت تأسيس الاتحاد الجمهوريات اليغوزلافية واللي كان بيضم الست دول اللي ذكرناه من شوية وتم تعيين الكرواتي جوزيف بروس تيتو رئيس للاتحاد ده وعلى مدار 40 سنة ظلت العلاقات بين الدول الستة والأعراق والطواقف المختلفة اللي عاشها في الاتحاد تعاونية وسلمية إلى حد كبير والدليل هو إنه طوال السنين دي كلها ما حصلش أي اقتتال على أي أساس عرق ممكن حوادث أو مشاجرات فردية لكن قتال على نطاق واسع لا ما حصلش الكل كان متعايش مع بعضه تحت شعار الأخوة والوحدة اللي أطلقوا تيتو خلال حرب تحرير يغزلافي ولذلك ما تقدرش تقول إن السرب ومسلمي البوسنة والبان كوزوفو والكروات والسلوفينيين والمقدونيين اللي عاشوا مع بعض وجنب بعض الأكتر من أربع عقود من بعد الحرب العالمية كانوا بيكرهوا بعض طول الوقت لكن التفسير السازج وغير المنطقي اللي قاله ألجور نائب بيل كلينتون في سنة 1995 لما كان بيشرح أسباب تفكك للاتحاد اليغزلافي قال نصا هذه مأساة تتكشف منذ فترة طويلة البعض يقول إن جزورها تعود لـ 500 عام طبعا الكلام ده هيخليك عاوز تعرف إجابة السؤال اللي في ذهنك من أول الحلقة وهو إيه اللي حصل بالزبط؟ إزاي أحواله نفوس السرب تحديدا تغيرت بالشكل البشع ده في غضون عشر سنوات السر يعني؟ للأسف لا الصحف العالمية ولا البرامج التلفزيونية ولا غيرها من وسائل الإعلام اللي غطت حرب البصنة وبداية تفكك للاتحاد اليغزلافي في 1992 حول التحلل الأسباب والجزور الحقيقية للنزاع ده وده يمكن لقلم وراء الأكمة ما وراءها زي ما بيقوله ببساطة البحث والتحليل بيوصل لاستنتاجات وحقايق محرجة جدا للبعض طب هي إيه الاستنتاجات والحقايق دي يا عم أشرف؟ قبل ما جاوبك على السؤال ده خلينا نسيب التمانينات والتسعينات ومأسيهم ونقفز مع بعض لفبراير 2012 في أواخر فبراير ده نشرت ويكيليكس وثيقة سرية مصربة من مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي الشهير ستراتفور في الوثيقة دي واللي بيعود تاريخها لعام 2009 بتقول إدارة المركز للمحللين الجملة التالية لا تنسوا أن تدابير التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي على يغوزلافيا كانت السبب بشكل جزئي في اندلاع الحرب هناك كلام ده بقى معناه إيه؟ معناه أن صندوق النقد الدولي وبرمج التكيف الهايكال بتاعته كان لها دور رئيسي في وصول الوضع في يغوزلافيا لنقطة الحرب والاقتتال الداخلي بين الأعراق المختلفة هتقولي بس ده مجرد رأي واحد موجود في وثيقة لا تثبت بذاتها أي شيء هقولك مش بس مركز ستراتفور اللي شايف ده يعني لو رجعنا مع بعض لسنة 1995 مثلا هنلاقي إن المحلل الكندي ميشيل شوزو دوفيسكي بيقول أثناء تعليقه على اتفاقية دايتون للسلام اللي انتهى بموجبها الصراع في البصنة والهرسك إن تفكك للتحاد اليغوزلافي له علاقة مباشرة ببرنامج إعادة هيكلة الاقتصاد الكلي الذي تم فرضه على حكومة بلجراد من قبل دائنيها الخارجية وقد ساهم هذا البرنامج الذي بدأ تنفيذه على عدة مراحل بداية من 1980 في دفع الاقتصاد الوطني نحو الانهيار من ما قد إلى تفكك القطاع الصناعي وتفكيك دولة الرفاه بشكل تدريجي وفي كتابها مأساة البلقان اللي صدر سنة 1995 قالت علمة السياسة الأمريكية الشهيرة سوزان وودورد إن تفكك يغوزلافيا ما كانش نتيجة ظهور التوترات والنزاعات العرقية لأول مرة منذ 40 سنة كما يروج البعض بل إن السبب الحقيقي هو التدهور الاقتصادي اللي كان السبب فيه لحد كبير برنامج سداد الديون اللي فرضوا صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية الأخرى على يغوزلافيا وقالت كمان إن الإشارة للكراهية العرقية باعتبارها السبب في اللي حصل في يغوزلافيا هو في الحقيقة تدليس وقلب للحقائق طب الناس دي بقى توصوا دي بكلامها ده يعني إيه علاقة التدهور الاقتصادي بالمذابح والجرائم اللي حصلت هناك يعني إيه اللي جاب القلعة جنب البحر ده سؤال زكي طبعا لكن عشان أجاوبك عليه محتاج أحكي لك حدوتة كائبة شوية معلش بص يا سيدي بعد الحرب العالمية التانية ازدهرت اقتصادات القوى الغربية بشكل كبير جد وحققت طفارات رأسمالية هيلة والوضع فضل كده لحد سنة 1973 وخد بالك هي دي السنة اللي انهارت فيها تماما اتفاقية بريتون وونز بتاعة معيار الزهب واللي قامت فيها دول أوبك بزعامة الصعودية بحظر النفط ومنع وصوله إلى الاقتصادات الغربية في إطار دعمها لمصر في حرب اكتوبا في خلال سنة واحدة أسعار النفط تضعفت أربع مرات وده طبعا عمل أزمة في ميزان المدفوعات بتاعة دول المستوردة للنفط ومن ناحية تانية أفاد الدول المصدرة اللي كتير منها جاري وأخد قروض من البنوك والمؤسسات المالية الغربية لأن أسعار الفايدة القليلة جدا وقتها خلتها وكأنها فلوس ببلاش وبمناسبة الفلوس اللي ببلاش وأن عملنا حلقة قبل كده تقدر تشوفها من اللينك اللي هيظهر جنبي ده المهمة أزمة تشيلهم وأزمة حطهم لحد ما الاقتصاد الأمريكي وقع في فخر ركود التضخمي في نص السبعينات تقريبا وده أسوأ شيء ممكن يحصل لأي اقتصاد لأن ده معناه أن في ركود وتضخم في نفس الوقت الوضع الاقتصادي في أمريكا كان سيء جدا وكان لابد من حل طب مين يا جماعة اللي عنده الحل بقى قام واحد اسمه بول فولكر رفع يده وقال أنا اللي عندي الحل في سنة 1979 تم تعيين بول فولكر كرئيس لمجلس الاحتياط الفيدرالي اللي هو البنك المركزي بتاع أمريكا الرجل الطيب ده أول ما مسك قال لك أنا عاوز أسيطر على التضخم بأي شكل ومهما كان التمه وقام رفع معدلات الفيدة لمستويات غير مسبوقة عشان يسحب الفلوس من إيد الناس تقول لي طب رفعها لحد كام أقولك أنت بتعرف تعد لحد كام فولكر وصل الفيدة لحد 20% ده على فكرة رقم غريب جدا وعمرنا ما سمعناه في بلد زي أمريكا اللي كانت وما زالت بتمتلك أكبر اقتصاد في العالم كله علشان بس تتخيل الفرق خلينا أقول لك أن معدل الفيدة الرئيسي في أمريكا دلوقتي هو تقريباً 1% طبعاً الحركة دي كانت كرسي في الكولوب مين بقى اللي تعور في الحركة دي أو بمعنى صح أخذ على أفاه كل الدول اللي كانت فتحة صدرها وبتقترض من غير حساب من البنوك والمؤسسات الغربية وفي الحقيقة الضربة دي كانت مزدوجة يعني من ناحية الدين اللي كانت الدول دي بتدفع عليه فايدة دولار واحد بقيت بتدفع له عشرة ومن ناحية تانية أسعار السلع اللي كانت بتبعها في الأسواق العالمية وتاخد قصادها دولار قلت بشكل كبير باختصار تكلفة خدمة الدين زادت وإرادات الصدرات اللي بيدفعوا منها قلت جداً طبعاً خراب بيوت طب وإيه الحل يا جدعان في الأزمة المقفولة زي الضمنة دي الحل بسيط بس أنت تشغل دماغك وتفتح مخ أنت دلوقتي مديون ومحتاس ومش عارف تسدد بصندوق النقد الدولي حيتفضل مشكوراً وهيديك قروض تسدد بها ديونك القديمة لكن بشرط صغير جداً جداً هو أنك تنفس حاجة اسمها برامج التكيف الهيكلي Structural Adjustment Programs دا كلام ممتاز والناس دي عداها لعيب وأزح دا برضو كان رأي غزلافيا واللي كانت محتاسة في ديونها اللي أخدتها من أمريكا بعد الحرب العالمية التانية واللي واشنطن ادتهالها بس علشان تبعدها أكتر عن المعسكر السوفيتي الاشتراكي واللي ثابته من ساعة خناءة تيتو مع ستالين في سنة 1948 في سنة 1970 كان الدين الخارجي ليغزلافيا كله على بعضه لا يتعدى لتنين مليار دولار لتنين دول بقوا ستة في خلال خمس سنين وفي سنة 1980 بقوا عشرين مليار دولار وده كان بيعادل حوالي ربع دخل القوم خدمة الدين بس كانت بتاكل لوحدها عشرين في المية من عوائد الصادرات وعلشان تخرج من الأزمة دي بسلام راحة يغزلافيا لصندوق النقد الدولي في أوائل التمانينات طب إزاي ويغزلافيا دولة شيوعية؟ أقول لك يغزلافيا أيوة كانت دولة شيوعية ولكنها كانت في حالها بعيدا عن المعسكرين الكبار اللي هم الرأسمالي والاشتراكي وده بيفصر إزاي يغزلافيا كانت عضو في المنظمات الرأسمالية والشيوعية في نفس الوقت في سنة 1981 وافق صندوق النقد الدولي إنه يدي ليغزلافيا أول قارد وكان بقيمة 2.1 مليار دولار وده كان بيعتبر وقتها أكبر قارد في تاريخ الصندوق وبالإيد التانية الصندوق إدى ليغزلافيا تفاصيل برنامج التكيف الهيكلي اللي حتنفزه واللي كان عبارة عن مجموعة من السياسات التقشفية ووعد يغزلافيا إن اقتصادها حياة عافة لو نفزوه بحزفيره السياسات دي كانت بتشمل على سبيل المثال للحصر إلغاء الدعم على السلع والمواد الغذائية وحظر شبه كل لجميع الواردات اللي مش هتستخدم في العملية الإنتاجية وتجميد الاستثمار في مشاريع البنية التحتية وخفض المعاشات وبيع بعض شركات القطاع العام والجزء اللي فاضل من الشركات دي ملزم بتسريح أعداد كبيرة من العمالة بتاعته على شر بحيث الشركات دي تزيد وتنافسيتها تعلم كل ده بقى كان ناتجته ايه؟ في الفترة ما بين عامي 1979 و 1985 انخفض الدخل الحقيقي للعمال في أغوزلافيا بحوالي 25% وبعدها بأربع سنين كان حوالي 60% من العمال عايشين بمبالغ أقل من الحد الأدنى للأجور ومستوى المعيشة بشكل عام تراجع بحوالي 40% إجراءات التقشف دي سهمت بالفعل في خفض عجز الميزان التجاري من 7.2 مليار دولار في سنة 1979 ل600 مليون دولار في سنة 1988 ولكن في نفس الوقت الدين الخارجي رجع تاني وارتفع لأكتر من 20 مليار دولار والإنتاج الصناعي اللي كان بيزيد بحوالي 7.1% في المتوسط في الفترة ما بين عامي 1966 و 1979 انخفض معدل نموه ل2.8% في الفترة بين 1980 و 1987 وده قبل ما ينخفض للصف في سنة 1988 وينهار تماماً وينكمش بنسبة 10.6% في سنة 1990 كل ده حصل ولسه الجد ما بدأش الجراءات الشديدة اللي بحقه حقيقي تم فرضها في يناير 1990 لما يغوزلافيا وقعت اتفاق مع الصندوق وفقت خلاله على خفض الانفاق بما يعادل 5% من نتيجها المحل الإجمالي وطبقاً للاتفاق ده يغوزلافيا كانت ملزمة ما تزودش الأجور وتسبتها عنده مستواتها اللي كانت موجودة عنده من نوفمبر 1989 وعلى الرغم من أن الدينار اليغوزلافي كان مربوط بالمارك الألماني إلا أن الأسعار ارتفعت بشكل جنوني في أول 6 شهور بس من سنة 1990 الأجور الحقيقياً خفضت بأكتر من 41% أما التضخم بقى فخرج عن نطاق السيطرة ووصل لأكتر من 1000% سنة 1993 وكان من ضمن الشروط برضو إن الحكومة تتوقف عن تمويل الشركات الحكومية الخاسرة وعلى هذا الأساس تم التصفية 889 شركة حكومية شغال فيها 525 ألف عامل في أول 9 شهور في سنة 1990 وده غير 248 شركة تم تصفيتها بالكامل في سنة 1989 كان شغال فيهم 89 ألف وربعمية عامل الشركات دي أغلبها كان في سربيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا وأقليم كوسوف أما بقى أخطر شيء في الاكتفاق ده فهو موافقة يغوزلافيا على حق صندوق النقد الدولي في منعها من الحصول على الاقتمان من البنك المركز بتاحها يعني الحكومة ما كانتش تقدر تستلف من البنك المركز بتاحها أصلاً إلا بموافقة صندوق النقد وده طبعاً شل الحكومة وخلها غير قادرة على تمويل خططها ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية كل ده كان بيحصل في اتحاد مكون من ست دول ومنطقتين مستقلتين هم كوسوفو وفويفودينا اللي بيقعوا في سربيا وبعد ما الأمور تدهورت بالشكل ده كل دولة منهم بدأت تعيد حساباتها وعايزة تنجو بنفسها من الجحيم الاقتصادي اللي بقى بيسيطر على الاتحاد اليغوزلافي لو بصنا مع بعض على خريطة الاتحاد اليغوزلافي قبل ما ينهار ويتقسم حنلاقي عندنا فوق في الشمال سلوفينيا وكرواتيا وتحت في الجنوب حنلاقي البوسنا والهارسك وسربيا ومقدونيا والجبل الاسود وكوسوفو دول الشمال اللي هي كرواتيا وسلوفينيا كانت هي الأغنى والأكثر سراءا مقارنة مع جيرانها في الاتحاد اليغوزلافي لذلك لما الأوضاع بدأت تتدهور كرواتيا وسلوفينيا بدأوا يتدايقوا وحسوا بالظلم وكانوا شايفين ان عوائد اقتصادهم وانتاجيتهم العالية بيتم منع لها للجنوب الفقير الشعور بالظلم ده زاد جدا في أواخر التمانينات وتحديدا لما أثار سياسات صندوق النقد الدولي بدأت تظهر في الوقت ده البطالة في سلوفينيا وصلت لخمسة في المية وفي كرواتيا لسبعة في المية ودي طبعا كانت نسب ضئيلة جدا مقارنة مع خمستاشر في المية بطالة في سربيا واربعين في المية في كوسوف أما معدلات التضخم بقى فحدث ولا حرك حاجة كده زي فينزويلا دلوقتي وفي وسط ما الناس يأسى وطلع عينها وبيكافحوا عشان يأكلوا عيالهم ظهرت بقى الحركات القومية اللي أقنعت الدول الغنية في يغوزلافيا إن الشركاءهم في الاتحاد هما اللي معطلينهم وجايبينهم وراء وأقنعت على الناحية التانية الدول الفقيرة بأن كرواتيا وسلوفينيا سرقنهم وواكلين فلوس الاتحاد في بطنهم طب التفاوت ده ما بين الدول حصل إزاي؟ ببساطة في يغوزلافيا الحكومة ركزت المناطق الصناعية بشكل أساسي في سلوفينيا وكرواتيا في حين إن سربيا كانت قايمة بشكل كبير على النشاط الزراعي اللي طبعا أقل من ناحية العوائد مقارنة بنظيره الصناعي أما بقى البصنة والهرسك فللأسف كانت مهملة بشكل كبير والأموال المقدمة لها من الاتحاد انخفضت بشكل كبير جدا بعد دخول صندوق النقد الدول وده كان السبب الرئيسي وراء انخفض مستويات المعيشة هناك سلوفينيا نطت ومسابت الاتحاد فيها واخر 1990 بعد ما عملت استفتاء وافق علاء على الخروج 88% من شعبها وقالت أنا مش هتفعل حد ومش هتحمل أعباء حد أما الكروات فأعلنوا استقلالهم عن يغوزلافيا في 1991 ودخلوا في حرب مع الجيش الشعب اليغوزلافي اللي كان بيسوطر عليه الصرب واستمرت الحرب بينهم لحد ما نجحت كرواتيا في الحصول على استقلالها في سنة 1995 مين بقى اللي فاضل؟ سربيا والبوسنا والهرسك والجبل الأسود وماكدونيا والمنطقتين المستقلتين اللي قلنا عليهم من شوية اللي هما كوسوفو وفويفودينا أغلبية السرب حسوا ان الأمور بتفلت من قدهم وان الاتحاد خلاص على وشك الانهيار وان يغوزلافيا محتاجة واحد بنفس إجرام هتلر وللأسف لقيوا الشخص اللي بدوروا عليه واللي كان اسمه سلوبودان ميليزوفيتش 27 إبريل سنة 1987 سافر ميليزوفيتش لقليم كوسوفو ذو الأغلبية المسلمة ووقف قدام حش دهائل من الصرب الغاضبين في مركز كوسوفو بولي وخطب فيهم خطبة صور لهم من خلالها انهم مهددين من قبل الألبان المسلمين اللي عاشين معاهم في كوسوفو وأعلن نفسه بطل الصرب وبالمناسبة ميليزوفيتش نفسه كان عارف ان ده كلام فارغ ومعاقفه السابقة بتبين ان عمره مكان مقتنع بيه لكنه بخبف حاول يستغل اللحظة لانه كان عارف انه لو قال اي كلام تاني غير ده الناس الغضبانة دي مش هتسمعهم وده اللي ساعده ان يتولى رئاسة سربيا بعدها بسنتين بس وبصنعة لطافة كده استطاع ميليزوفيتش وغيره من السياسيين السرب تحويل غضب الناس ناحية بعضهم البعض وده بعد ما كان الشعب اليغوزلافي بشكل عام بيتهم قياداته السياسية بالفشل تمشير مع السياسة الجديدة بدأت وسائل الاعلام السربية تبث دعاية معادية لالبان كوسوف وتتهمهم انهم سبب التدهو الاقتصادي بسبب معدل موالدهم الكبير جد وانهم بيخططوا للانفصال عن يغوزلافيا عشان ينضموا لالبانيا وبكده هياخدوا معاهم الثروات والموارد الطبيعية للأقليل ده غير طبعا اختلاق وسائل الاعلام دي لحوادث عنف ما حصلتش زعموا خلالها ان الالبان اعتدوا على السرب وفي نفس الوقت تم تنظيم مظاهرات حشدة للترويج للقومية السربية في جميع عن حق سربها المشهد كان عبثي بامتياز يعني العامل اللي لسه مفصول من شغله مبارح بسبب تنفيذ الحكومة لتوجهات صندوق النقد الدولي بدل ما ينتقد ده يروح ويتظاهر ضد البان كوسوف او يعتدي عليهم في حين ان الالبان نفسهم كانوا ضحايا زيه لنفس الاجراءات وعاشين في كوسوف اللي هي افقر منطقة في الاتحاد اليوغزلافي ارتكب نظام مليزوفيتش جرائم عنف وابادة ضد البوشناك في البوسنة والهرسك والالبان في كوسوف وفي يوليو سنة 1995 حصلت المجزرة الابشع على الاطلاق لما دخلت الميليشيات والشرطة السربية لمدينة سربرينيتسا في البوسنة وعزلوا الرجالة بداية من عمر 12 سنة عن اهليهم قبل ما يقتلوهم ويدفنوهم في مقابر جماعية ووفقاً لنيورك تايمز فده كله حصل تحت سمع وبصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة واللي اقنعت سكان المدينة بتسليم سلاحهم بعد ما وعدتهم بحمايتهم وحماية المدينة القصة دي لازم تتحكي بالطريقة دي ما انفعش يتم اغفال وتجاهل تفاصيل معينة وابراز تفاصيل اخرى خصوصاً وان التفاصيل اللي تم تجاهلها عن عم تكاد تكون هي المحرك الرئيسي للأحداث والصورة لازم تبقى كاملة كل التفاصيل والملابسات اللي حكيناها في الحلقة واكتر منها بمئة مرة مش سر وانا بالتأكيد ما جبتهاش من عندي هي ببساطة مدفونة في كتب ودراسات وأبحاث وشهادات شهود وحتى وثائق استخباراتية وكل اللي انت محتاجه علشان تفهم الموضوع ده هو قدرة وصبر على البحث والتحليل وقبل كل ده انك تتخلى عن وجهات نظرك وقرائك المسبقة حوالين الموضوع ده بالتحديد بعتذر طبعاً عن الإطالة ولكن في الختام حابب بس أشير لتقرير بعته الصحف الأمريكي الشهير والكاتب السابق بصحيفة وليستريت جورنال جود وانيسكي في مايو 1993 ووزيرة الخارجية الأمريكية أنازاك مادلين أول برايت في عبارة في التقرير ده بتقولي القاتي في عام 1987 كانت يغوزلافيا القديمة رغم كل إخفاقتها لا تزال دولة عاملة ثم تولى صندوق النقد سياستها الاقتصادية ونفذ فيها برنامجه المعروف للعلاج بالصدم ثم بدأ تمزق الاتحاد بعد أن رأت سلوفينيا وكرواتيا الأكثر سراءاً أن جرانهم الأكثر فقراً يستنزفون موارده وتم إحياء الخصومات العرقية والدينية في محاولة للسيطرة على الموارد المتقلصة بسرعة وفي آخر فقرة بقى بيقول لم يتحول الناس العاديون في غوزلافيا إلى وحوش عنصرية إلا بعد أن تم تدمير جميع خيارتين في عيش حياة اقتصادية عادية ولم يظهر التطهير العرقي إلا بعد أن ظهرت آثار العلاج بالصدمة إيتورو هي شركة الاستثمارات والتداول الاجتماعي الأولى عالمية ومرخصة من أعلى هيئات الرقابة المالية العالمية مقرها الرئيسي في بريطانيا ومنصتها بتضم أكتر من 12 مليون مستخدم من 140 دولة في العالم تقدر تستثمر على السلع والأسهم والعملات الرقمية وصنديق الاستثمار وفيه حساب تجريبي بتتعلم من خلاله بـ 100 ألف دولار لو سجلت من الرابط في وصف الفيديو مرة تانية بعتذر عن الإطالة وياريت لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تشوف حلقاتنا اللي جاية اشتركوا في القناة